موسيقى مرحبا حضرتكم مرة تانية معينا في النور جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية هذه المرة جولة غاية في الأهمية بدأها بغنية ثم الولايات المتحدة الأمريكية كودفور سنغال تفاصيل الزيارة قراءة المشهد واللقاءات اللي حصلت فيه أثناء الزيارة الجاليات المصرية واستقبال الرئيس في هذه الدول المشهد بعد التطورات وتصاعد الأحداث في الجزائر وفي السودان الأيام المقبلة وما ستشهده دور مصر بعد توليها للاتحاد الأفريقي في ظل الظروف الرهنة والحالة مش أقول الغير مستقرة لكن الصعبة في منطقة غرب أفريقيا تساؤلات عديدة ونحن محتاجين فعلا نقرأ المشهد بصورة صحيحة عشان كده بساعدني يشرفني وجود سيادة اللواء دكتور محمد الغباري مدير قلية الدفاع الوطني الأسبق أهلا بحضرتك أهلا بك سيتم شاهدينك العزاء الله يحضر أهلا بحضرتك خليني أبدأ أما حضرتك بالزيارة واختيار هذه الدول في زيارة الرئيس أكيد لها معنى وبتمثل شيء من وجهة نظر حضرتك شوفي نمرة واحد الرئيسي استيسي ما حبيش يضيع وقته صحيح فسفر من هنا لأمريكا كذا ساعة وبيضيع فيها يوم عوالماين الناس تتزنوا كده فهو خدها على مرحلتين سواء في الزهاب أو في العود خدها في الزهاب مع دولة إفريقية لأنه هو رئيس التحاد الإفريقي مؤكرا عندهم في التحاد الإفريقي في المشاكل فلابد أنها تكون لها حلول ففيها سطل عطل الرأي وفيها ارتباط كمان بموضوع مكافحة الإرهاب لأن الخوف معظمه من الإرهاب عناصره بعد ما يتصفي في موضوعه في سوريا وكلام ده يبدأ ينقل العناصر بتاعته اللي ملهاش أماكن اللي هو ينقلها فيه وسط إفريقية عشان كده كان في مصر عندها نظرة مستقبلية في مجلس دفاع الوطني مجلس دفاع الوطني في مصر هو ساحل خاص بقاطم ساحل لكن هو مجلس مصري يعني عندهم نظرة شرطية بعيدة يمكن من ثلاث سنين عملنا حجس متجمع الساحل والصحراء لأنها غالبة هتبقى لحتة ديها اللي فعل المشاكل فبالتالي أنت النهاردة لما الرئيس بيفوت في أفريقيا بيفوت على هذا التجمع أو أطرافه وكلام ده كله عشان برورة فكر معين مؤكد أنا من وجه النظر كده وأنا أخر الموضوع كده هو زي ما حدك بتقول الرئيس ما بيضيعش وقت وإحنا في مرحلة صعبة وإحنا شايفين حرص الرئيس من قبل مصر ما تصل لريادة ورئاسة الاتحاد الافريقي حرصوا على عودة العلاقات المصرية الافريقية يعني قبل المرحلة دي وكان حريص على ما هيديش وقت لحضرك حاجة أنت النهاردة لما تيجي تعمل استثمار عشان تنهضب الدولة ما إحنا أقول إيه؟ ناخدها الأول على شخص فرد عادي مع قرشين عايز يعمل بهم مشروع هيعمل لا المشروع بتاعه ما احتاج فلوس داني هيعمل إيه؟ هرعي يشتري في البنك طب أنا دولة من نفس الفرد أنا عايز أعمل مشروعات تنمية عندي وأنا فلوس قليلة أو دخل قليلة فبعمل إيه؟ بجيبهم استثمار من بولا زي البنك أو من البنك اللي هو بنك الدولة التعميري اللي مستقل فينا ده رغم الظروف اللي احنا فيها اه لأن هما بيفرقوا لأنه بتحكم في أمريكا وهي بتقود مشروعش قاصة كبيرة ضد المنطقة فبالتالي مش هزاكي تنهضي ولا تقافي طب ده من تحت لتحت اه ماشا عدك نحن قريم فبالتالي فالرئيس السيسي هيعمل استثمار طيب ما أعمل استثمار ده حبق في منتج هتبع فين هيروح لأوروبا أوروبا عن دم كفية ها ده هي عزاني سوق تباعي عندي يعني الشرق أسط كبير من أهدافه يمناها تستعرى السوق العربية المليناة فلوس فأنت النهاردة هتعملي حاجة هتبعها فين السوق بتاع المستثمار حبق فين فأنا أبقى عمي علاقات مع أفريقيا وعملت المطام الاقتصادي الأولاني سنة 2015 وشلت فيه الجمارك بين 29 دول أفريقية علشان يبقى السوق مفتوح لأي مستثمار يجي أنا حضرت لك السوق كمان طبع فبالتالي هو علاقاته مع الأفريق بيعادها وبيقويها عشان زيادة فيه موضوع للإستثمار بالذات يعني ويشجع رجال المستثمار المصري أنه ممكن يعمل علاقات مع الدول الأفريقية في الإستثمار الطول الأفريقية أرض خصبة لكن كانت غير مستغلة لبعد المسافة والعلاقات لا هو كمان الاستعمار مالوش رغبة فيها مش هتشاركيه هو جاي استعمارها حتى يوم تشاركيه فأنت النهاردة بالعلاقات تقدر تعملي الحاجات وهو الرئيس الجمهورية بيستخدم دموناسية رئاسة في تسيل أمور كتير ومنها الحاجات جزء الثاني أنا مرح أمريكا طبعا أمريكا النهاردة زي ما الناس كلها بتتكلم على ما يسمى بمشاوعة القرن طبعا الأعلام الغربي بيحقق أهدافه دايما بالإزعاج في أضايا معينة يحدث فيها أفكار كتير جدا تبقى مزعجة وتبقى مريحة للناس ومزعجة للناس كتير جدا وإحنا مثلا نشوف الإعلام الرئيس السيسي حيروح أمريكا طلبينه علشان يخلوه يوفع مشروع القرن وعشان وعشان كلام سمعنا في الميديا كلام كتير جدا لكن أنا بقول للناس يا جماعة اللي عايز يتكلم في السياسة لازم يكون قاري التاريخ كويس ويقيس ما أحداث اللي بتتم على التاريخ السابق فمثلا يقوله ترامب هو عمل لإسرائيل ده قدس بعاصمة والدهم كمان الجولان ودخل ده من ضمنه مشروع القرن لا ده موضوع سياسي لأن أولا القدس كل القرارات الدولية بتقول أنها مدينة دولية في التأسيمات القديمة كلها مدينة دولية ويوم ما حيتفوا حيتبقى معاصمة لدولتين شرقية وغربية وده كلام موجود بالنسبة لنصوص الدولية أي أن كان بقى قرار أمريكا الفردي الفردي بالضبط إذن يبقى لما يحصل قرار الفردي في موضوع زي كده يبقى الهدف منه مش التمكين الهدف منه سياسي فالنهار ده ترامب لما نجح أول مرة المرة اللي فاتت ديه نجح بمين؟ بالمحاربين القدماء كان عنده ثلاثة مليون محارب القدماء وحتى هو يعني كنا احنا اشتراكنا في محاسات غير مباشرة كده معاهم كان جاي بالوفد كله محاربين القدماء ستاشر واحد من المحاربين القدماء احنا كنا مفضل من أكدامية ناصر كهو جاب ستاشر واحد من المحاربين القدماء وانه ما بتحصلش في أمريكا قبل كده في جامعة المحاسات الغير مباشرة بتاعتهم إذن هو كان معتمد على دول طب هو عايزين نجح بقى الفترة التانية ما كانش نجح بقى صوت اليهود وهاجم الإعلام الأمريكي زي ما حد كنا شافين اللي بقى بينظم نفسه المرحلة التانية أنا اديت لليهود عشان إباك توافق عليه هناك في أمريكا اللي هي تحدي الصهونة اللي هناك تحدي جامعات الصهونة اللي هناك اللي هو مسلطرة على الدنيا هناك إباك وبالتاني ترضى عنه فعملها القدس في ضربة قاسمة للناس كلها مع الإعلام اللي عملوا ده كله وهي موضوع هوا النص الجزء الثاني الجولان الجولان دي إسرائيل ضمها بقرار من الكنيسة الكنيسة عندهم في كده عشان بس الترخي داودي الكنيسة عندهم مقدس الرب حلل فيه عندهم نظار سماء نظار حلالية الرب حلل في الكنيسة زي محل في الأفراد وحلل في الأرض فبالتالي يبقى كلامه للكنيسة مقدسة فضممها سنة 1903 طب ما انت عارفين الكلام احنا عارفين الكلام من زمان ورفضينه وطلقة القرارات رفضه والأم المتحدة قالت لا لا تضم الأراضي محتلة بتجددوا الكلام ليه عشان يبقى اسمه رقم اتنين عمله نفسه ورقم واحد لتين هو في الانتخابات الجيل اللي هو شيء قال ليه عن ضربة قضايا فساد لو خرج من الوزارة حيروح السجن تانيه فبالتالي عايز يقعد في الوزارة عشان ما تحكم البلبلة اللي حصلت زي ما حضرتك يعني وضعت دايما بيبقى فيه أهداف سياسية يعني اللي مش فاهم وبناء على عدم الفهم بيكون فيه تحليل للحدث وإثارة الأراء ونشراها على السوشيال ميديا وتوصيلها للمواطنين العاديين اللي بدورهم بيبدأ يكون ليهم رأي بيك ونوء من غير ما يكون على أساس على أساس من الصحة حتى فيه متعلمين كتير بالضبط ما انتم ما أنا هم متعلمين أنا أتكلم سياسيا ما هو يعني سياسيا أنا ما عنديش الخبر أو المعلومة الكافية اللي تخليني أرجع لأبعاد الموقف أو تاريخ بالتالي صعب أحكم لا ما أنا عايز أتعلم أنا ما أقول اللي بتعلم السياسة وعايز أتكلم فيها يتعلم أصولها أول أصول السياسة المعلومات وأتحقق من مصادرها وارتبطها فأنا نهاردة هتكلم على مثلا اللي كان بيتكلمه على موضوع جولندا شوف أخد جولندا خد علام قدية وكلام قدية فيه واحد من اللي تكلمه دون جاب الملف السوري من أول حرب 73 لغاية النهاردة وأرى عشان يعرف الجولندا راحت فينه جيت منين لا ما أعتقدش ما حدش كلام أنا حتكلم فيه إزاي بقى يعني يمكن ده أثر هنا نفس الكلام ما حترك حترك ده بالظبط أنا كنت لسه أول مبارح في لقاء شبابي في المركز الأنوبي في المعادي حوالي يطلع بتاع تلتمتش يا براما الشام ونفس الحوار فأتطلوا أنتوا بتتكلموا في الموضوع حد فيكو أرى كذا كذا قالوا لا طب حتى أنت هتتكلم في موضوع السياسي إزاي وأنت ما قردش ما عندكش أبعاد الموقف ودريده بقى لازم أول نقرأ وكلمة نقرأ لأن نحلة فقدنا القراءة ده صحيح ويعني فيه مقولات كتيرة فينا مش كويسة يعني إذا يعني بصحك زمان ما كانتش الشرط يعني شرط أن الواحد يبقى متعلم واخد شهادات كبير بقى كبيرة ويكون عنده ثقافة سياسية كانوا يعني أباءنا وزمان كنا نشوف منهم وناخد منهم المعلومات بالضبط كأنه درس سياسة كان مجرد أنه بيعرف يقرأ ويكتب كممكن يقرأ من الكتب بالتاريخ ويبقى عن ده إحنا مفتقدين نزم حضرتك قلت دلوقتي أنا عايزة أروح مع حضرتك بقى للعلاقات بين مصر وبين الكودفار يعني بصدد زيارة الرئيس لاستقبال الحافل إحنا برضو لازم يكون عندها ثقاف نفسنا تمام مصر دولة حضرية كوبرا وندايما أقول الكلمة دي في أي لقاء أقول وعشان نأكد بس المعلوم أن مصر دولة حضرية سواء إحنا المصيرين نفسنا رضينا أم لا مرضا مش الأخرين لأن الأخرين شايفينك نموذك حضاري نفسهم يعملوا زيك شوفين تما بتمل أي حاجة في مصر الدول الفريق عزة تعمل زيك لما تعمل تقدم أو علاقة مع دولة كلهم عايزين يعملوا زيك لأن أنت قدامه نموذج رؤد كمان النموذج حضاري محترم عايزي بس لك طب فما مالك بقى لما رئيس دولتك يروح زور الدولة دي شوف بقى الناس ناك بستقبلك إزاي شوف عبد الناصر لما راح غانا أول ما راح هناك شوف كي عاملوا معا هناك شوف النهاردة لسه مأزال لغاية النهاردة بيعملوا جامعة باسمه وفي جناح منها بيفتلحوا باسم رئيس السيسي لما راح له علشان يأكدوا العلاقة العلمية والارتباط العلمي مع مصر وهم شايفين مصر الزيك اه ازاي ازاي فهو عايزي بقى نموذج ده فطبعا لما راح قد ظهار ما راح جنيا ما راح السنغال ما حاجزارها قبل كده إذا أنت بتربطي الشعوب دي بيكي وهو ده العلاقات المادي دبلوماسية رئيس الجمهورية اللي بيستغلها يعني سواء السياسة الخارجية لما بتقضب السلاة بوزنة الخارجية ودلوقتي بيضاف عليها دبلوماسية رئيس الجمهورية فالدبلوماسية بتاريس الجمهور بيستغلها استغلال كواس جدا في أنه هو يوطد العلاقات سواء بينه وبين الرئيساء الآخرين أو بينه وبين أي نظام حاكم في فريقيا وده طبيعي أن احنا مصر تعلن دائما أنها لا تدخل في شؤون الداخلية للدولة ولا هدى حيزة حد داخل في شؤون الداخلية لكن إحنا علاقاتنا تربطها العلاقات التاريخية واستجد عليها البند المصالح مصلحتك ومصلحتك مصلحك اقتصادية مصلحك ومصلحتك أنت عايز تنهض الموضوع ولا عايز أن تنهضمناه يبقى ننتفق على نوقات حد قد نشتغل من خلاله وده أفكار كويسة وفي نفس الوقت بنشوف حتى عملنا الكلام ده مع الدول الكبرى برطس يعني أنت النهاردة هفتح لك سوق السلاح وهفتح لك سوق اقتصادي في مصر ما كانش موجود وانت هتشيل معي النواحي السياسية اللي أنا مش قادر يشيلها يعني النهاردة هدف مشروعش قصة كبير كان عبارة عن تفتيت الدول العربية وإقام الدولة له دي طب روسيا هم هم وافقة معهم وهي كانت في مواحي تمانية موافقة على الموضوع طب أنا أجيبها ازاي وخليها تشيل معي فسوريا أنا مش هازة تقع لأن سوريا في توازن القوى وهي أنا وهي قد إسرائيل لو راحت سوريا أنا هتكلف لندفاع قد أدي على الشعم وأنا شعم مستحمل يبقى ضعف للمزانين الدفاع النهاردة قد أدام مرتين ثلاثة ما يقدارش فبالتالي نحفظ على سوريا كدولة وقفة يبقى أنا بقلل من نفقات الدفاع عندي شايلتها الروسيا انت تشيلها بقى معاي في الليف بحزات لأنت كنت بتقودها يبقى أنت الحافظ على سوريا كنظام سوريا موجود. فأصال أنت أنت أنا هفتح لك الدنيا عندي. وده تم أنا من رؤيتي. وده مش مقارد بقى. ده كده بقى تبادل المصالح لكن مش في اتجاه واحد. لا. في أكثر. يعني من غيرت تبادل اقتصادي لكن التبادل المصالح في اتجاه بيفتح أكثر من اتجاه أنت. أنا اللي هي مصلحة في اتجاه. وانت بيك مصلحة في اتجاه. لتقابل. مش شرط يكونك صادق صادق أو عسكري عسكري. لا. أي مصلحة أنت عايز. طب النهاردة أنت لما رسع فتاح السيسي. راح مع روسيا. ولما رسم حدود مع اليونان. مش ضم 125 كيلو من بحرك دات. ما كانش فيه منتيازات. طب ألا حدها المين. حدها لشركات الروسية لبحث عن الغازة. الشركات اللي كانت قفلت ومشت. رجعت تاني أقلم. يعني أسرع ما يمكن. لأنا عارف مصلحة حضية. زي شركة إني وزي شركة البريطانية. كل الكلام ده رجعت تاني. رغم أنه كان قافل. ومشي. وانت لما كنت عاملت بين أساسيال للغاز كنت عاملها على الهوى. كنت عاملها لشغل. لما قامت 25 نناير هو عايز يقفل عليك. اللي هو العصال الاقتصادي المؤسسي. عايز يقفل عليك. فرح ماشي الشركات دي. الشركات دي متعدد جنسية بتشتغل مع الدول الكبرى. فمشي. لما انت عملت ترسم الحدود وأنظرتيهم هم اللي رجعت. يبقى مصلحة موجودة. أنا عايز أروح مع حضرتك مرة تانية. اللي احنا اتكلمنا على الأوضاع في غرب أفريقيا. ومن الملفات الرئيسية والمشتركة دايما في كل زيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لقارة أفريقيا تحديدا هو ملف الإرهاب. في الفترة دي وطبعا مع أحداث غاية في الأسف حصلت مع العديد من العميات الإرهابية اللي كان في الفترة اللي فاتت. لكن كان في حالة من الهدوء. بعدها رجعت مرة تانية. طبعا حدث الشيخ زوايد. وشفنا طفل 15 سنة هو اللي قام بتفجير نفسه. واعتقد أن دا ليه مدلول. لأن الأول مرة يكون طفل في المرحلة العمرية دي يقوم بعملية تفجير نفسه. فحضرتك بتقرأ برضو المشهد فيه الملف الإرهاب بالنسبة لغرب أفريقيا أو قارة أفريقيا بشكل عام. مع الأحداث اللي بتحصل في مصر وتوقعات الفترة اللي جاية. شوفي. أنا أقول أولا ما فيش حاجة اسمها إرهاب بيروح. مفيش. لكن هو علميا بيتقال إيه فيه الموضوع. بيقول أن التنظيم الإرهابي اللي موجود لو قدت تقدري تقدر عليه فمش حتقدر تقدر على الأطراف اللي أنت مش شافاها. لأن التنظيم دا عنقودي. له قيادات. أنت بتاخد القيادات اللي فوق واللي بعدها واللي بعدها. طب يقول قيادات دا مثلا لو عشر أطراف عنده بيشتغل. أنت مسكت منهم طرفين اللي أنت عندك معلومات عنه. الباقي بيروح فين؟ بيتحول لحاجة اسمها إرهاب كامل. والإرهاب الكامل دا بيسكن في أي مكان آمل بالنسبة له. ما يشتغلش إلا ما يجي له أمر بيشتغل باللي معه لأنه معادش له إمداد. هديك أمثلة. النهاردة انت فاكر الحادثة بتاعت الضرب الأحمر. طبعا. الولد اللي كان ساكن مع الناس. أو دا إرهاب كامل. لما جاي يعمل العملية القنبلة بتاعته كانت قنبلة ضعيفة. لما انفجر نفسه مات مين مع مين؟ هو والزباط اللي حضرنوا الاثنين. الزباط ومن الشرطة. لكن هل أثرت في المنطقة اللي كانت موجودة فيها؟ ما أثرتش. فاكر أنت التفجير تاع زمان. مثلا زي مدرية الأمن في القاهرة أو مدرية الأمن في المنصورة لما وقع مدرية الأمن كلها. لكن حادث الشيخ زوية ستلوك ما كانتش كده يعني كان فيه طبعا يعني حادث الشيخ زوية برضو برضو وهو حادث إرهابي كامل. إرهابي كامل. ليه؟ مرضي طفل. ما أنا أقول لحضرك حاليا. هو الإرهابي ما بتولدش إرهابي. عشان أخذ بنا. لأن رئيس السيسي كان يناشد دايما بتعديلات الخطاب الديني والخطاب الفكري للشعب. ليه؟ لأن إحنا تخيل إحنا كلنا وسطيين. بسقرف النظر عن دياناتنا كلنا وسطيين. تمام. فعايشين في مركز الدايرة. آه. فيه واحد بيتملق من مننا كده ومش عاجبوا الحال بتاعنا. يقوم يخرج بره مركز الدايرة. يبقى سمو متطرف. هذا المتطرف قعد برضو متملق بحاش عايز بقى بينجند ناس عشان زيه ومتطرفين زيه. فيبدأ يستغن معهم العنف في الكلام. مش العنف في القوة العنف في الكلام. يبقى أنا أتحول بقى البن آدم ده من متطرف إلى عنيف. إلى العنف. اللي اتنين دولي يعالجوا بالخطاب الديني الفكري. لأنه لسه ممسكش السلاح. لكن وقت ما خرج من الدائرة كبيرة إحنا عايشين فيها بقى بره بقى اسمه إرهابي. ده ملوش عودة. فده بالطفل ده من صغره متاخد في الخط ده ما حدش لحقه. للأسف خرج. خرج بره لدائرة كبيرة. فعمل هم استخدموه بقى من ناحية الإخفاء والتمويل. إنه مفيش حاجة حاصة أبكاء بأطفال. وده مش كان يلبس حزام الناس يخش في وسط الناس. وده خليني بس يعني طبعا أنا للأسف في الوقت جريم حضرتك بسرعة جدا. يعني ننتبه كويس جدا. لأنهما في كل مرحلة بيستخدموا عناصر أو أفكار غير متوقعة. فأتمنى يعني. وده النهائي بالنسبة له خليبان. وده النهائي بالنسبة له. يعني ده آخر حيلة عنده. يا رب. إن شاء الله. دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق نورتنا. وشكرا لوجود حضرتك معنا. الله خليها ستشكر جدا. شكرا ستشكر. أشكر حضرتك جدا على حسن متابعات كلنا. نتقابل معاكم في حلقة جديدة في النور. وتصبحوا على ألف خير. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة